خصائص القيادة الإدارية في منهج الإسلام أول خاصية من خصائص القيادة الإدارية في منهج الإسلام القوة والأمانة وهي من أهم الخصائص الواقب توفرها في الفرد لتوليات عمل من الأعمال قوة والأمانة يقول تعالى في سورة القصص قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجارك القوي الأمين القوة مردها القدرة على ما يتولاه الفرد من عمل فالقوة في قيادة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب والقدرة على القتال والخبرة بمعداته وأسالبه وأدواته قال تعالى وأعدوا لهم مستطاعتم من قوة ومن رباط الخير لا ترهفون بها أدو الله وأدوكم سورة الأنفال والقوة في الحكم ترجع إلى فقه بالشرائع وأسالب التقاضي والعدل قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإلى القدرة على اتخال القرارات الصعبة والقدرة على تنفيذ الأحكام على القوي قبل الضعيف والأمانة مردها إلى عدم التفريط في شؤون ما ولي عليه القائد ومراقبة الله سبحانه وتعالى وخشته بالخضوة لشريعته وأن لا يشتري بآياته ثمنا قليلا يقول سبحانه وتعالى في سورة الميدة فلا تخشون الناس وخشوني ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أهمية توفر القوة والأمانة في اختيار القادة وتأكيد على مدى أهمية توفر القوة والأمانة عند اختيار الولا نذكر ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه أبو ذر رضي الله عنه وأن يليه ولاية فقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزيون وندامة إلا من أخذها بحقها ووفى الذي عليه لها الخاصية الثانية خاصية التقوى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن الكاب عن التقوى ما هي فقال هل أخذت طريقا ذا شوك قال نعم فما عملت فيه قال شمرت وحذرت قال فذاك التقوى يعني قال تعالى في سورة الحجرات يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكربكم عند الله أدقاكم إن الله عليم خبير وقوله تعالى في سورة البقر ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المركور ولله عاقبة الأمور فالتقوى طريق إلى الهداية وسلم إلى النجاح قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون والتقوى طريق إلى ذكاء العقل وكشف البصيرة ومعرفات خفايا الأمور وحسن الاستنتاج والتنبؤ بنتائج الأمور قال رسول عليه الصلاة والسلام اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله الخاصية الثالثة خاصية الرفق والرحمة من خصائص القيادة الإدارة في منهج الإسلام لنا القانب والرفق والرحمة بالمرؤوسين ومن هنا خاطب الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم بقوله ولو كنت فضل غريضا قد لم تفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فيه سورة آل عمران ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا من أعطى حظهم من الرفق ويعطي حظهم من الخير ومن حرم حظهم من الرفق فقد حرم حظهم من الخير ويحث الرسول الكريم على الصلاة والسلام الولاه والقاد على التفاني في خدمة الرأية بقوله إن لله عبادا أخطصهم الله بقضاء حوائج الناس حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم إنهم الآمنون من عذاب يوم القيامة ويطالبهم ألا يكون في قلبهم ضيق من كثرة طلبات المرؤوسين والعاملين بقوله عليه الصلاة والسلام حاجة الناس إليكم من نعم الله فلا تملوا النعم ويدعو القرآن الكريم الرؤساء والقادة إلى استعمال الكلمة الطيبة مع العاملين والناس جميعا بقوله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشقرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثلوا كلمة خبيثة كشقرة خبيثة اكتثت من فوق الأرض ما لها من قرار سورة إبراهيم الخاصة الرابعة التعاون الإسلام يحظى على الاتزام بالجماع والتعاون وينبذل الفرق قال تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان سورة المايدة ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا الخاصية الخامسة خاصية الصدق من الخصائص المهمة في القاعدة المسلم والصدق في القول والعمل حيث يعطي المنهج الإسلام في الإيدارة قيمة كبيرة للصدق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في سورة التوبة وقوله تعالى في سورة محمد فلو صدقوا الله لكان خير لهم وقوله تعالى في سورة الأحزاب ليجزي الله الصادقين بالصدقهم وفي الحديث الشريف عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصقة يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صدقا وإن الكذب يهدي إلى الفقور وإن الفقور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذب الخاصية السادسة الحلم والأناه الحلم والأناه خصلتين ربط الإسلام بينهم وحتالى التحلي بهما وهما يعتبران من الخصائص المحمودة في الإدارة المسلم قال تعالى في سورة العراف خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين وقوله تعالى في سورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ليون حميم وقوله تعالى في سورة آل عمران والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وفي الحديث النبوي عن عيشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله متفقا عليه وعن عيشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على رفق ما لا يعطي على العنط وما لا يعطي على سواه وعن عيشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع منه شيء إلا شانه وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنف وقوله صلى الله عليه وسلم غاطب أشجع عبدالقيس إن فيك خصلتين يحبهم والله الحلم والأنعب الخاصية السابعة التواضع التواضع بالصفات المسلمة التي حتى الإسلام على التحلي بها قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجهدلون قالوا سلامة سورة الفرقان وقوله تعالى في سورة الشعراء واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وفي الحديث النبوي الشريف عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوصى إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد الخاصية الثامنة خاصية الشكر يحث الإسلام على شكر الله سبحانه وتعالى وربطه بشكر الناس الإدارية تلقى دائما جهود المرؤسين لذا يلزمه تقديم التقدير والشكر لمن يستحقه قالها سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وإذا تأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم ولأن كفرتم إن عذابي لشديد وقوله تعالى في سورة البقرة فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وفي الحديث الشريف قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أشكركم لله أشكركم للناس وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس وقوله أيضا من أوتي معروفا فليذكره فمن ذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره الخاصية التاسعة حفظ اللسان طبيعة عمل الإداري يفرض عليها أن يقضي جل وقته في مقابلة الآخرين والتحدث إليهم والاستماع لهم لذا كانت خاصية حفظ اللسان وعدم التحدث إلا فيما يفيد من الخصائص المهمة للإداري قال تعالى في سورة الشعرة واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقوله تعالى في سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الحديث النبوية الشريف عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصبط وقوله صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم من لسانه وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا الصمت وحكمه وقليل فاعله الخاصية العاشرة الجودة والكرم الكرم والشقاعة من الصفات المرتبطة بالقادة خاصة في المجتمعات العربية وقد امتدح الإسلام صفة الجودة والكرم وحتى على الإنفاق قال تعالى في سورة آل عمران لن تناروا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيئا فإن الله به عليم وقوله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا انفقوا من الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تعمموا الخبيثة منه تنفقون ورستم بآخذه إلا أن تقمضوا فيه واعلموا أن الله غنيا حميد